اشتركوا في القناة وردت على الصفحة الرسمية خلينا نتابع بعض التعليقات ونشوف هذه التعليقات ونرطتهم ورأيهم حول هذا الموضوع جنة كربلا تقول قد لا تكون المظلومية دائما سببا للانتصار لأن المظلوم أحيانا يساهم في صناعة الظلم فيكون شريكه في الظلم والطغيان وذلك عندما لا يحرك ساكنا ولا يبدي ردد فعل تجاه ما يراه من مظاهر الظلم والإضطهاد والاعتداء والتجاوز على الحقوق الشخصية أو النوعية فالذي يسلم عنقه للجلاد يساهم أيضا في قتل نفسه يساهم أيضا في يساهم مع ذلك الجلاد في تلك المهمة بينما الذي يمانع ويدافع يصعب على الجلاد المهمة إذن نستنتج من هذا التعليق الموفق حقيقة إنه مسألة وقع الظلم يساهم بالمظلوم أيضا لمن يسكت على الظلم نعم يفترض أنه أحنا ما نسكت عن الظلم أحسنتي رقية العبيدي البشر يفعل والسماء تراقب الأحكام الجائرة تصدر من هو جائر وظالم إذا لم تكون قدرتك عليه فقل ولو بكلمة حسنة وهذا أضعف الإيمان والساكت عن الظلم شيطان أخرس والحقوق لا تأخذ جزافا تريد المثابرة والتضحيات ولكم جزيل الشكر وعدنا أيضا آخر تعليق ويانا أو أترك تعليق السوزان عبدالزهرة محاربة الأحكام الجائرة وحث المجتمع على محاربتها والتنديد بها هذه إجاباتهم على سؤالنا لهذا اليوم نعم أيضا أبو حمد العراقي يقول أحيانا تصدر على أشخاص أحكام وأقوال جائرة وهو بعيد عنها ولم يكن بعلمها وهذه مظلومية بعض الأشخاص الذين يكونون ضحية هذه التلفيقات المزيفة من بعض عديمي الضمير فإذن هذا الموضوع كان بتعليقات كثيرة ولكن لضيق الوقت نشكر كل اللي علقوا على الصفحة الرسمية حول هذا الموضوع وإن شاء الله وسط الفكرة والمحلومة أنه لازم دائما نكون أدنى هذه النظرة أنه نحارب الظلم والطغيان بشتاء الوسائل ترجمة نانسي قنقر